وصل سلطات الاحتلال فرض اغلاق شامل على مدن سلفيتا وقلقيليا وطول كرم بحثا عن منفذ عملية اطلاق النار فيما يعرف بمستوطنة بركان بعد ان قتل مستوطنين اثنين واصاب ثالثا ليلة طويلة مرت بقرى ومدن شمال الضفة الغربية بعد عملية اطلاق النار في مستوطنة بركان المقامة على اراضي قرية برقين والقرى المجاورة لها غرب سلفيتا المحتلة مدهمات واقتحامات شهدت حملة مصادرة لكاميرات المراقبة من شوارع قرى مدينة سلفيت ومدينة قلقيليا ضروة هذه الحملة كانت في قرية ديرستيا هذا بالاضافة لحملة اعتقالات متزامنة شملت 19 فلسطينيا الاحتلال عود اليوم اقتحام منزل عائلة اشرف ابو شيخة كنا هناك نجري مقابلات مع ذويه مباشرة طلبوا مننا اطفاء الكاميرات واحتجزوا معداتنا داخل احدى المركبات ثم احتجزونا امام المنزل ومنعونا من التصوير بحجة ان المنطقة عسكرية اقتادوا والد الشاب المطارد الى منزل قيد الانشاء قرب منزله وهددوه بانه ان لم يتواصل مع ابنه لتسليم نفسه فانهم سيهدمون منزل العائلة ويعتقلون جميع افرادها اجوا قبل عشر دكائق علينا هون على البيت وانتوا موجودين طبعا هون كنتوا بقولوا تعال نحكي معاك عجانب حكوا معايا بقولوا اللي بالنسبة للأشرف تواصل معاه خليه سلم نفسه ما سلمش نفسه احنا نيجي مرطي جاي منهدم البيت ومنعتقل العائلة كلها وبالاخر بنبذل كل جهدنا نتواصل له ونكتله امام مصابها بفقدان ابنها اشرف الذي لا تدري اين هو الان وماذا سيكون مصيره وامام تهديد الاحتلال بتشريدها وعائلتها بعد هدم منزلهم تقفهم وامجد لا تدري ما تقول فامجد هو الاخر اعتقل امس وبدأ الاحتلال يمارس صنوف العقاب الجماعي بحق عائلتها ربك الحامي ان شاء الله هو الحامي انا متوكل على رب العالمين غير هيك ما متوكل عحد راح عالشغل اشرف طلع شغل ومثل ما بطلع كل يوم بفطر وبطلع شغل ما يكل اشي كل يوم بفطر وبطلع اشرف ما بعرف شو صار معهم بالشغل انا ابني عارفه لا بروح ولا بيجي الحمد لله ربك هو القوة عكل شي قدير غير هيكي بقول الله يرضى على ويحما وين مكان وين ماروح لم تكتفي سلطات الاحتلال بالقدوم لمنزل والد منفذ عملية الامس واخذ قياساته تمهيدا لهدمه بل حضروا اليوم واستجوبوا والد المنفذ وهددوه بان يتواصل مع ابنه لتسليم نفسه او انهم سيعتقدون العائلة باكملها ويهدمون المنزل خلال ايام قليلة قادمة من ضحية شويكة في محافظة طول كرمان محتلة حافظ ابو صبرة رؤيا